مشاهدين وقع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على وثيقة مشروع حياة كريمة في يوليو من عام 2021 هذه المبادرة التي تستهدف توفير الاحتياجات للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا كالمرأة المعيلة والمطلقة وكبار السن والشباب من غير القادرين على العمل وأيضا دوي الهمم والتجمعات الريفية وكذلك الغير قادرين كل هذه المجالات تستهدف الصحة والسكان والتعليم وغيرها وغيرها مؤكدا أن هذا الشعب يستحق حياة كريمة تليق به بما تحمله من صعوبات وتحديات وتضحيات في سنوات سابقة معكم اليوم للكلام والحديث أكثر تفصيلا عن هذه المبادرة الهامة جدا مبادرة حياة كريمة التي الحياة غيرت كثير كثير على أرض الواقع وكانت الحياة مقصمة إلى أكثر من مرحلة مرحلة أولى ومرحلة ثانية ومرحلة ثالثة للحديث أكثر تفصيلا عن هذا الأمر أتشرف جدا يكون معايا في الستوديو ضيفي العزيز المهندس أحمد سعيد عضو الغرفة المركزية للقطاع الميداني لمؤسسة حياة كريمة برحب حليك أستاذ أحمد أهلا وسهلا بحضرك وأنا أحسن لأستاذ المشاهدين وكل سنوح حضركوا طيبين ومناسبة 30 يوني وحضرتك بألف خير الحقيقة هذه المبادرة مبادرة حياة كريمة والبدأت منذ توقيع سيادة الرئيس هذا المشروع من عام 2021 شهدنا كتير أوي الحقيقة من التغيرات على أرض الواقع وخصوصا المناطق الريفية وطبعا الأسر الأكثر احتياجا لو تحدثنا في البداية عن الخدمات اللي بتقدمها هذه المبادرة وكم عدد أيضا المواطني اللي بتستهدفهم مبادرة حياة كريمة خلينا في البداية نتكلم على مؤسسة حياة كريمة مؤسسة حياة كريمة هي شغالة على مظلة الحماية الاجتماعية في أربع محاور الحياة أننا عندنا الأربع محاور الأسسية هي محور الدعم الغذائي ومحور التمكين الاقتصادي والدعم الطبي والدعم الاجتماعي أو التمكين الاجتماعي دول الأربع محاور الأسسية اللي شغالين عليهم داخل مؤسسة حياة كريمة احنا خلال الثلاث أشهر اللي فاتوا في كل محور من المحاور دول حققنا منجزات كبيرة جدا يعني على سبيل المثال مثلا في محور الدعم الغذائي خلينا أقول لحضرك أن احنا قدمنا مئة ألف وجبة ساخنة للأسر اللي محتاجة ده على مستوى عدد من المحافظات في خلال فترة الزمنية في خلال الثلاث شهور اللي فاتوا بالظبط يعني أنا أتكلم عن منجزات تحديدا المؤسسة خلال الثلاث شهور اللي فاتوا احنا قدمنا مئة ألف وجبة للأسر المستحقة ويعني حتى أهالي المرضى في المستشفيات وعدد من السيدات المعيلات في محافظات مختلفة بإجمال عدد مئة ألف وجبة ساخنة جاهزة بالإضافة لكده طبعا يعني كان آخر حاجة أو أحدث حاجة كان مشروع السكوك سكوك الأضاحي أو سكوك الخير احنا وزعنا حوالي ستين ألف كيلو على الأسر المستفيدة والمستحقة داخل المحافظات طبعا ده نسبة متناسب مع نسب الفقر داخل كل محافظة وطبقا ليه البيانات المعلنة طبعا من جهاز مركز التعبير العامة والإعزام ده فيما يخص توزيع السكوك الأضاحي خلال الشهر اللي فات طبعا ده يعني ده مشروع ممكن نحن نتكلم فيه ونستفيد فيه تفصيلا بس أنا بقول لحضرك إجمالا بس إجمالا في البداية فندم أنا عايزة أعرف يعني يعني مبادئ مبادرة حياة كريمة والمستهدف عدد المواطنين اللي بتخدمهم حتى الوقت الحالي من عام 2021 إلى 2024 يعني حدثنا أكتر عن هذا الأمر عشان نعرف برضو تم تغيير عدد حياة عدد إيه من الناس خلالي أقول لحضرك أن مؤسسة حياة كريمة منذ بدايتها ومنذ تتشينها حتى الآن استفاد منها ملايين يعني لو بنتكلم على العام الماضي فعنا بنتكلم فوق الأربع مليون مستفيد خلال العام الماضي من مبادرات وفعليات مؤسسة حياة كريمة لو بنتكلم مثلا على الثلاث شهور الأخيرة فإحنا يعني ممكن نوجز كده بعض الأرقام السريعة فيما يخص يعني استفادة الناس داخل كل قطاع حتى يعني مثلا لو بنتكلم على مثلا الطرود الغذائية أو اللي هي سنة دي المواد الغذائية اللي بتوصل ليه أهلنا وناسنا في المحافظات فدي واحدة من أهم الحاجات اللي بنقدمها واللي بتصل لمشتحقينها بجد وبيكون لها أثر حقيقي على المواطن فإحنا قدمنا 2 مليون و300 ألف صندوق مواد غذائية طوال الثلاث شهور اللي فاتوا استفاد منها 2 مليون و300 أسرة صحيح خدمات متعددة بتقدمها مبادرة حياة كريمة منها طبعا الغذاء لكن إيه نوعية الخدمات الأخرى بردود اللي إحنا عارفين أنها بتخدم كل قطاعات المجتمع بالضبط إحنا مثلا بنتكلم على التمكين الاقتصادي واحدة من أهم الحاجات اللي إحنا بنقوم بيها هو تمكين الأسرة أن هي يكون عندها دخل وعائد مادي عشان تقدر تحافظ على قوام الأسرة وتفضل يعني ماشية بشكل سليم بشكل يعيق بالأسرة المصرية بمعنى حياة كريمة صحيح فهي واحدة من الأهم الحاجات اللي إحنا بنقوم بيها زي مثلا مشروع لتمكين السيدات مثلا سكر البيوت ضربنا فيه في المرحلة الأولى كانت مرحلة تجريبية كان عدد 22 سيدة معيلة ثم بعد كده في المرحلة التانية استهدفنا 150 سيدة معيلة علشان نقدر نوفر لهم تدريب لائق يقدروا به بعد كده يفتحوا مشروعهم يكونوا قادرين أنه يفتحوا مشروعهم ويسوأولوا صح ويبيعوا المنتج بتاعهم وبالتالي يدر عليهم عائد وعلى أسرتهم ويقدروا يعيشوا حياة كريمة أستاذ أنك تكلمنا أكتر عن إزاي بتدربوا السيدات وإيه مرحل تدريبهم وإيه نوع التدريب برده التدريب مثلا اللي هو سكر بيوت على سبيل المثال وليس الحصر يعني ده واحد من التدريبات اللي قمنا بيها ليه استهداف المرأة المعيلة تحديدا هي سيدة بتعول أطفال أو بتعول يعني كامل أسرة بأكملها فبالتالي هي محتاجة أن هي توفر لها دخل مدي كويس وفي نفس الوقت أنها محافظة على تواجدها أو أن هي يعني مع أسرتها لفترة في داخل البيت فده واحدة من اللي احنا استهدفنا بيهم المرأة المعيلة أن احنا مضربها على كيفية صناعة الحلوة وتحديدا كان قبل عيد الفطر فاستهدفنا تدريبهم على عمل الكحك والبسكوت خلال الفترة دي وبالتالي هم بدأوا يعملوا وينتجوا ويسوقوا على البيتجز بتاعتهم على وسائل التواصل هل بتدربوهم كمان على كيفية التسويق؟ لأنه بصراحة يعني هم ممكن يكونوا ستات بيت شاطرين بس مرحلة التسويق دي ممكن تكون مرحلة أصعب بالنسبة لهم شوية هي التسويق دي برضو عملية محتاجة تدريب وعشان كده احنا ندربنا السيدات على فكرة برضو التسويق على وسائل التواصل الاجتماعي إزاي أن هي تكون قادرة أن هي توصل بالمنتج بتاعها لي الناس على صفحات التواصل الاجتماعي وإزاي أن هي تسويه بشكل صح فيتشاف فيتعرف فيبتدي المنتج بتاعها يظهر وبدل ما الواحد هو اللي يشتري لا ده واحد وهيعرف غير وهيعرف غيره فبتالي يبعندها نوع من الجذب على المنتج بتاعها أنا الحقيقة معجبة باختيار الاسم سكر البيوت الحقيقة اسم جميل أوي وحريك بتتكلم على التمكين الاقتصادي يعني لن ننسى الشباب أيضا وتدريب الشباب كلمي أكتر عن اهتمامكم بالشباب خصوصا في المناطق الريفية وتدريبهم على كل ما هو حديث خلينا أقول لحضرك أن احنا واحدة من مستهدفاتنا هي عملية تدريب الشباب وأن احنا ندمجهم فعلا في المجتمع يبقى دور حقيقي وفعال مش بس أن هو موجود لا ده هو بيشارك بيده هو بيعمل حاجة بيفيد بيها مجتمعه بيحس بيها بشعور بالامتنان الداخلي بعد ما هو بيقدم الخدمة دي أو المساعدة دي فاحنا واحدة من الحاجات اللي احنا بنستهدفها هي عملية التطوع داخل المؤسسة حياة كريمة أنه الشاب يكون قادر أنه هو يقدم من وقته ساعة ساعتين تلاتة في اليوم يخدم بيهم أسرة يساعد بيهم في توصيل حاجة لأسرة معينة دي حاجة أساسية وده ده ده واحد من المستهدفات اللي بتقوم بيها المؤسسة هي فكرة العمل التطوعي بالإضافة لكده كمان احنا بنكلم على التدريبات بها الخاصة بخروج الشباب لسوق العمل فاحنا بنكلم مثلا على برنامج زي برنامج فاليو برنامج فاليو ده بنقدمه من خلال الشراكة مع الأكاديمية الوطنية للتدريب بنستهدف بيه الشباب الخارجين حديثا علشان نديهم بعض من المهارات اللي بيحتاجوها سواء صفت سكيلز أو ما يخص مثلا لإتش آر أو ما يخص يعني مجموعة من الماتيريالز ومجموعة من السكيلز اللي هي المهمة بالنسبة لهم في سوق العمل لأنه هو بيكونش تضرب عليها داخل الجامعة هو أخذ معلوماته الفنية والعلمية أكتر ولكن الحتة اللي هي التي تعتبر يعني شوية خاصة بيه التعاملات الحياتية مع الناس ومع تواجده داخل سوق العمل دي بتكون نقصها شوية فبالتالي إحنا بنستهدف الشباب برضو في الفترة دي ما بعد الجامعة على طول وإن هو ندربه علشان يخرج لسوق العمل قادر أنه يشتغل قادر أنه يكون عنده مجموعة من المهارات تأهله لسوق العمل بجد قرأت في تصريحات لكم أنه كمان هذه البرامج بتشمل برامج تدريب للشباب على الجوانب الرقمية اللي ممكن برضو غير ما تكونش متوفرة بالنسبة لقاوي خلينا أقول لحضرك أن واحدة أساسا من مستهدفات حياة كريمة هي وصول التكنولوجيا لكل المدارس داخل كل الكرة فعلى سبيل المثال مثلا أنه احنا شغالين على بروتكول تعاون ما بينه وما بين مؤسسة فودفون لتطوير المعامل الخاصة بالمدارس فحنا نتطور مجموعة المدارس دي من خلال تطوير المعامل الداخلية وتدريب الطلبة على تكنولوجيا المعلومات وعلى المنصات التعليمية وكذلك المعلمين داخل المدارس عشان من البداية أنه يكون عنده المعلومات الأساسية عن التكنولوجيا عن كيفية الدخول على المنصات كيفية التعاون معاها يكون فيه فعلا تدريب حقيقي له وللمعلم وأذكر أن احنا خلال الفترة دي خلال ثلاث شهور تحديدا يعني أفدنا حوالي 11 ألف طالب ومعلم من المبادرة دي فكرة تدريب الطلبة والمعلمين داخل المدارس الحقيقة أن هذه المبادرة تخدم قطاع كبير قوي من المجتمع والحقيقة غيرت فعلا كثير في حياة فئات مختلفة من المجتمع من دوي الهمم والمرأة المعيلة والشباب وكبار السن لكن لو حدثتني أكتر عن إيه هي الجهات المتضفرة معا علشان تقدم هذه المبادرة من وزارات وأيضا مجتمع مدني خلينا أقول لحضرك أن مؤسسة حياة كريمة هي بتتشارك وبتتكامل مع كل الوزارات وكل الجهات الموجودة في الدولة بما فيهم طبعا يعني بدءا من وزارة طبعا من التخطيط مجلس الوزراء وزارة التلمية المحلية كل الوزارات المعنية بمشروع تطوير الريف المصري حياة كريمة فإحنا بنتكامل معهم بنتشارك معهم في يعني نحن نعزز فعلا على فكرة تطوير الريف المصري أن يكون لنا دور فعال والحياة هو ده كان يعني أشار لي دولة رئيس الوزراء فيما يخص دخول مؤسسة حياة كريمة كأحد العناصر أو كأحد الأفراد الموجودين ممثلين يعني داخل اللجنة التيسيرية لمتابعة مشروع القومي حياة كريمة ومشروع تطوير الريف المصري حياة كريمة فده واحدة من الأدوار اللي احنا بنقوم بيها هي متابعة المشاريع فعليا على الأرض ونحن نقول فعلا هنا تم مزبوط أو هنا فيه حاجة محتاجة تعديل أو هنا ما تمش بشكل مزبوط عشان في نهاية نقدر نوصل بأن احنا نقدم حياة كريمة فعليا للمواطن داخل كل قرية ده واحد من الأدوار اللي احنا بنقوم بيها حقيقة الحقيقة يعني عندي فضول شوية وحرك بتحكي وحسة أنه هذه المبادرة ومن يعملون في هذه المبادرة لديهم دافع قوي جدا للنهوض بحياة المصريين وحسة كأنه يعني كل شوية بتطلعوا مبادرة جديدة وبتسعوا تحقيق أهداف حقيقة لو كلمتني عن شكل هذه خالية النحل اللي بتعمل داخل حياة كريمة والأهداف اللي بتدفعهم لإنجاز كل هذه المنجازات اللي بنشوفها على الأرض خلينا أقول لحضرك أن احنا يعني داخل مؤسسة حياة كريمة ما فيش فرق بين يعني مدير ورئيس قطاع وموظف والحياة فيه تكامل وتناغم بين فريق العمل كله داخل المؤسسة بما فيها طبعا متطوعين واللي هم ليهم دور كبير قوي يعني خلينا أقول لحضرك على سبيل المثال مثلا آخر حاجة نحن قمنا بها اللي هو كان مشروع سكوك الأضاحي أو سكوك الخير كان بمشاركة 833 متطوع معنا داخل المزرعة شاركونا بدءا من صباح يوم العيد طبعا هم وفروا من وقتهم وجهدهم أن هم يشاركونا كل واحد اقتطع من أجاسته ومن فرحته مع أصرته يوم واحد علشان يشاركنا ويكون موجود معنا فيه أنه بيساهم في وصول حاجة لمستحقينها ساهم معنا في تعبئة الأكياس اللحوم التجميد مرحلة بعد كده التعبئة في كراتين ثم بعد كده نقلها للسيارات ثم بعد كده توزيعها داخل المحافظات فإحنا بنتكلم على أن كان كل بيتشاركت كل بيتكامل بما فيهم رؤساء القطاعات بما فيهم مدير تنفيذ المؤسسة بما فيهم موظفين بما فيهم عمال بما فيهم المتطوعين كل كان شغال خلية نحلة حقيقية على إنجاح المشروع وده حقيقة اللحنا قمنا به خلال الفترة دي كلنا كنا ما بننمش كلنا كنا موجودين داخل المزرعة كلنا عايزين نطلع المبادرة دي بشكل صح بشكل مصبوط توصل الحاجة المستحقنها داخل كل المراكز وكل الكرة في الوقت المناسب يعني بأقصى طاقة عندنا نحن نوصلها داخل فترة العيد علشان الكل يحس بفرحة العيد لأن أهم شيء كان وصول اللحمة يعني اللي مستفدينها في وقت العيد نوعية يحس بفرحة العيد دي كان أهم حاجة عندنا وأعتقد أنه أكيد أنتوا كمان كنتوا سعداء بأن أنتوا بتعملوا ده حتى لو استقطعتم من وقتكم لأنه دايماً لبيت دي كمان الحقيقة بيكون سعيد والحياة هي استوقف أنه مش بس حدودكم جمهورية مصر العربية لكن حتى لم تنسوا أهلينا في غزة وبنشوف أنه حياة كريمة بالتعاون مع التحارف الوطني للعمل الأهلي خرقته كمان يعني الحياة في ظل القصف المستمر على قطاع غزة بقوافل إغاثية من مواد طبية وإنسانية وغذائية لو كلمتني كمان عن الخروج خارج حدود الدولة واحدة من أهم الحاجات اللي احنا نقوم بها فعلياً هي دعم قطاع غزة يعني لو هقول لحضرك مساء على سبيل المثال احنا دعمنا غزة أو يعني شاركنا في دعم أهلينا في غزة بـ 560 شاحنة بتكلفة إجمالية 550 مليون جنيه ده طبعاً بالشراكة مع عدد من المؤسسات الموجودة داخل مصر بالإضافة طبعاً لي أن احنا شاركنا في توزيع ألف سك بمشاركة أحدى المؤسسات الدولية التركية علشان توصل لأهلينا داخل قطاع غزة بشكل لائق وبشكل مصبوط احنا طبعاً متواجدين بداية من يعني العدوان على أهلينا في غزة وحتى الآن متواجدين منحاول بقدر المستطاع أن احنا نوصل المساعدات دي لأهلينا داخل قطاع غزة ما فيش وقت فيه كنا قادرين نوصل لحاجة إلا وكنا بنعمل أقصى ما عندنا أن هي فعلاً توصل سليمة لمستحقنها تتوزع مصبوط توصل بشكل الصح اللي أقليهم ده واحدة من كانت مستهدفاتنا خلال الفترة اللي فات وما زلنا مستمرين فيها وتواجدنا ما زال مستمر في دعم أهلينا في غزة حتى فيه جامعة تبرعات يعني احنا بيجينا تبرعات من كل محافظات ناس حابة أن هي تشارك فعلاً تدعم أهلينا في غزة تبعت أي مشاعدة أياً كانت سواء أن احنا بنكلم في مادة غزائية أو في توفير مثلاً حاجات طبية أدوية أو خيوط جراحية أو أياً كان إيه نوع المساعدة اللي هم حابين يقدموها إحنا بنستقبلها ونطلقها ونبتدي بعد كده أن نصنفها داخل الكنتينرز اللي راحها لي غزة علشان تروح بشكل مظبوط يعني بشكل لائق لأهلينا أرجع بيك بقى لحدود الجمهورية ومرة تانية طبعاً ما يحدث من إمداد لإخواتنا في غزة من مواد غذائية وطبية وإغاثية شيء مشكور جداً الحقيقة لكن كمان ما يحدث فيه على أرض الواقع في القرى بالذات الأكثر احتياجاً والأكثر فقراً والحقيقة يعني دعم بالذات البنية التحتية في هذه القرى من صرف الصحي ومياه نظيفة قابلة للشرب وكل هذه الأمور لو تحدثنا عنها قليلاً الحقيقة مشروع يعني تطوير الريف المصري حياة كريمة منذ بدايته هو اهتم بعدد من المحاور طبعاً منها محاور لحضرك زكرتها وهي البنية التحتية نحن نكلم على مياه الشرب والصرف الصحي بالإضافة طبعاً للتكنولوجيا الاتصالات وصول الفايبرز أو الأوبتيكال فايبرز للبيوت ولمدارس دي واحدة من الحاجات اللي كان بيستهدفها المشروع القومي لتطوير الريف المصري احنا بدورنا كمؤسسة حياة كريمة في بصدد هذا المشروع بدورنا في متابعة يعني تنفيذ المشروع داخل الكرة والمحافظات احنا مستمرين في متابعة ميدانية على كل المشروعات دي يعني بدنا تلقى طبعاً الاستفسارات بخصوص بعض الأماكن اللي هي مثلاً لم تستكمل أو اللي تم استكمالها ولكن فيها بعض الملاحظات فبتالي بننزل بدورنا كمؤسسة حياة كريمة كواحدة من أعضاء اللجنة التايسيرية اللي أشار لها دولة رئيس الوزراء ان يكون لنا دور حقيقي فيه تقييم الوضع داخلياً داخل الكرة علشان نقول في النهاية بتكون لجنة كاملة بتنزل بتشوف هذه القرية بكل تفاصيلها بالضبط احنا دورنا كمؤسسة حياة كريمة احنا عضو في اللجنة التايسيرية فدورنا هو متابعة تنفيذ المشروعات داخل الكرة هل فعلاً تنفذت بالشكل اللائق والشكل المزبوط طبقاً للمواصفات الفنية المعدة للمشروع ده هل في بعض من الكسور في حاجة نبتدي نوجه بيها او نرفع بيها للمعنيين فيما يخص ذلك علشان في نهاية نوصل فعلاً حياة كريمة ولائقة للكرة وزي ما قال السيد الرئيس انه فعلاً لما ندخل القرية نكون خلصنا فيها كل المشروعات بتاعتها ما نرجع هاش غير بعد فترة انه هو رجعين نعمل بعض الصيانات والإصلاحات اللي هي المطلوبة العادية نبقى خلاص انهيناها بشكل جيد تكون فعلاً ووصل الخدمات كلها بكفاءة وجودة 100% صحيح والحقيقة يعني أنا عارفة انتوا قسمتوا المبادرة الى مراحل مرحلة أولى المرحلة اللي هي القرى الأكثر احتياجاً يعني بتوصل نسبة الفقر إلى 70% ومرحلة تانية ومرحلة تالتة وصلنا لأني مرحلة في الوقت الحالي احنا بنتكلم طبعاً ان المرحلة الأولى كان بتستهدف تحديداً الكرة الأكثر فقراً اللي هي فوق 70% فقر المرحلة التانية اللي هي بتستهدف 50% يعني فيما فوق ثم المرحلة التالتة اللي هي بتبقى أقل من 40% اه بالزبط أقل من 50% دول كده التلات مراحل اللي هو خاصين دي المبادرة حياة كلمة المرحلة الأولى طبعاً دي اللي احنا بدأناها منذ فترة والحمد لله يعني فيها بعض الحاجات البسيطة اللي هي خلاص ولكن نعتبر أن هنا المرحلة الأولى فيما يخص مشروع تطوير الريف المصري طبعاً دي كلها تبقى حاجات يعني بسيطة ولكن نقدر أن المرحلة الأولى تكاد تكون انتهت المرحلة التانية بصدد البدء إن شاء الله ده بالنسبة لي المشروع القومي اللي هي تطوير الريف المصري الحقيقة يعني استوقفني جداً اسمح لي بشمهندس أحمد إنه حتى لم يعيق وباء كورونا عمل مبادرة حياة كريمة يعني حتى في هذا الوقت اللي يمكن كانت الحركة محدودة والناس شوية بتخاف تنزل أصلاً من بيوتها لكن إنه استمريته في العمل قولي هذا الدافع وهذه القوة برضو واحدة من الأسباب اللي بتخلينا فعلاً إن إحنا عايزين نساعد أهلينا إن إحنا من يوصلنا الطلبات من أهلينا إن إحنا عايزين محتاجين مثلاً ندعموكو في كذا محتاجين تواجدكو في كذا دي واحدة من الحاجات الدوافع اللي بتخلينا إن إحنا مستمرين قادرين وعايزين إن إحنا نكمل يعني فكرة إن فيه كورونا وإغلاق وبالتالي إن إحنا ممكن من نبقاش عارفين نوصل بالقدر المستطاع لأهلينا ولكن كنا الحمد لله برضو بناخد احتياجاتنا بناخد حذرنا شبابنا المتطوعين كانوا متوجدين في كل مكان كنا مندعم برضو ومازلنا حتى الآن مندعم كل الكرة وكل أهالي المستحقة بتوفير ما يخص مثلاً سندين المواد الغذائية مثلاً لأهالينا ما فيش مرة إلا وكنا فعلاً بنوصلها لي الأهالي والأسر داخل كل الكرة وداخل كل النجوع المبادرات كنا بنقوم بيها ما فيش حاجة تعطلت نهائياً برضو مع إغلاق حياة كريمة فما فيش فعالية ما فيش مبادرة اتعطلت نتيجة أو جراء لي مثلاً وباء كورونا ولكن بالعكس إحنا كنا بناخد احتياطنا وكنا بننفس برضو يعني فعالياتنا وتواجدنا يعني أذكر أن مثلاً عملية توزيع مثلاً لمواد الغذائية كان بيتم عادي في ظل لفترة الإغلاق ما كانش فيه أي مشكلة وكانوا متطوعين لابسين الكمامات واخدين احتياطاتهم معاهم المطهرات كل ده عشان نوصل لأهالينا داخل الكرة والمحافظات صحية فما فيش حاجة عطلتنا أبداً عن تواجدنا مع الأهالي والأسر المستحقة داخل أي محافظة وداخل أي قرية أدي حاجة الحقيقة جميلة يعني تحسب للمبادرة جداً لكن دايماً عندكم جديد الحقيقة دايماً في مبادرات وأفكار جميلة أنا مش عارف الحقيقة مصدر هذه الأفكار إيه لكن عايزة أعرف ما هو الجديد بقى إيه المبادرة أو ما هو جديد عندكم الوقت اللي جاي في مبادرة حياة كلي خليناً أقول لحضرك أن احنا واحدة من الحاجات اللي احنا شغالين عليها وما زلنا برضو شغالين هو فكرة مثلاً التمكين الاقتصادي احنا فيه برد كل تعاون ما بيننا وما بين مثلاً جمعية الأرمان ده لي أن احنا نفيد الأسر والأهالي اللي عندهم مشاريع قائمة وعايزين أن هم يطوروها أو يوسعوا منها ويزودوها فاحنا بنستهدف الأسر دي خلال الفترة المقبلة اشتغلنا عليها خلال يعني ست شهور الماضية وما زلنا هنشتغل كمان خلال الفترة اللي جاي على توفير فعلاً مشاريع للأسر داخل المراكز والكرة علشان نقدر أن احنا نساعدهم فيه أن هم يعيشوا حياة لائقة ده مثلاً على سبيل المثال فيما يخص التمكين الاقتصادي مثلاً مبادرة آخر مبادرة لو يعني حضر الكتابة الزكري لسه كان من يوم 26 مبادرة استهلاك أقل وتأثير أكبر دي خاصة طبعاً بتقليل استهلاك الكهرباء خلوا أن أنتوا كمان يعني جزء التوعية مش بيفوتكم الحقيقة أنا جزيل شكر بشكرك جداً يعني يا شخصين استفدت واستمتعت بهذا اللقاء جداً المهندس أحمد سعيد عضو الغرفة المركزية للقطاع الميداني لمؤسسة حياة كريمة جزيل الشكر لحالك شكراً لحرك